زيكو عاملين ايه يا رب الجماعيكم بخير الفيديو بتاعي النهاردة هننطق حرف الساء طريقة نطق حرف الساء حرف الساء هو حرف فموي حرف فموي بيخرج كله من الفم حرف فموي بيخرج كله منين من الفم بيخرج هوا من منتصف اللسان بيخرج هوا من منتصف اللسان بحط ايد الطفل امام الفم عشان يحس او يشعر بالاهواء طبعا التدريب بيكون قدام رائع يبقى حرف السا بيخرج حرف فموي بيخرج كله من الفم خروج مع خروج هواء من منتصف اللسان هنبهين كده سا 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 تمام طبعا التدريب أول حاجة لازم يكون قدام مراية زي ما اتفقنا بعد كده بنبدأ بنخرج الحرف بالفتح وبالقصر وبالضم سا سي سو تمام ببدأ أخرج الحرف بالفتح وبالقصر وبالضم سا سي سو ماشي بعد كده بنشوف كلمات بحرف السا في أول الكلمة زي كلمة سوب ثعبان سعلب صور تمام بعد كده بنشوف كلمات بحرف السا في وسط الكلمة زي كلمة كمثرة شايفين الهواء هو بيخرجه كسير مسمر تمام ده حرف السا بعد كده بنشوف كلمات بحرف السا في آخر الكلمة زي بحس محراس غيس تمام كل دي كلمات بحرف الثاء في آخر الكلمة بعد كده بنشوف حرف الثاء في كلمة مقرر متقرر مرتين مثلا أو أكدر زي كلمة مثلث مثلث شايفين الهواء اللي بيخرجه بعد كده بنقول جملة حرف الثاء ممكن نقول مثلا أكملت سرية ثلاث سنوات أكملت سرية ثلاث سنوات تمام بعد كده بنقول قصة حرف الثاء دي طريقة نطق حرف الثاء للأطفال هو حرف فموي مع خروج هواء هبين هو شكل أو طريقة نطق حرف الثاء ونحاول ندرب ولادنا عليه سا سي سو سا سي سو فيه هواء هو هواء بيخرج تمام دي طريقة نطق حرف الثاء نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد بنطق حرف جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر